في لقائه مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزيري الاستثمار والتعاون الدولي تابع رئيس الجمهورية لاستعدادات الجارية للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والوقوف على أهم المشروعات التي ستطرح لتنفيذها بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية العالمية التي سوف تشارك وضرورة تفديل كافة المعوقات أمام خروج المؤتمر بأفضل النتائج لصالح مستقبل التنمية في البلاد تواصل مصر ومؤسساتها لاستعداد لقمتين في غاية الأهمية القمة الاقتصادية والقمة العربية وهما أجهان لإرادة واحدة الوجه الأول جذب الاستثمارات وإقامة المشاريع التي تحتاجها عمليات التنمية وزيادة فرص العمل والآخر تحمل مصر لدولها العربي في أصعب حلقات التاريخ التي تمر على المحيط العربي وتحتاج الآن إلى الصمود واليقظة في مواجهة مشاريع الهيمنة والتبعية والتقسيم من قصر رئاسة للتحادية أشرف أبو دوح التلفزيون المصري